موسيقى ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي يزور وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المملكة غدا يلتقي في هذه الزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في زيارة لم يتم بعد الإعلان عن فحوها حساب إيران بانوراما أعلن عبر تغريدة له على تويتر عن الزيارة بالقول وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الأردن يوم غد الاثنين في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى عمان وكان حساب يحمل اسم لبيك حزب الله على تويتر قد ذكر خبر يوم أمس عن الزيارة المرتقبة للوزير صالحي واللقاء المشترك مع جلالة الملك عبد الله الثاني حيث جاء في التغريدة المنسوبة لقناة الميادين التلفزيونية اللبنانية الأردن مصادر أردنية وإيرانية متطابقة للميادين وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يزور الأردن الاثنين المقبل ويلتق الملك عبد الله الثاني جدل كبير وتعليقات كثيرة أثارتها الصورة التي تم تداولها مساء أمس بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وفيها يظهر مجموعة من الملثمين وهم يحملون يافطة كتب عليها المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الداخلية محافظة البادية الجنوبية هديل عبد العزيز غردت مستخدم هاشتاج محافظة البادية الجنوبية قائلة إذا الانفصال عن معان فقط بسيطة منيح ما أعلنوا الاستقلال بينما تساءل أعليس النقرط عند مشاهدته الصورة لوين البلد رايحة قائلا مشاجرة جامعية تنتهي بمطالبات بانفصال محافظة عن المحافظة لوين رايحة يا بلد يذكر أن هذه اليافطة تأتي بعد عودة الهدوء تدريجيا إلى معان بعد أحداث المشاجرة الجامعية التي راح ضحيتها أربعة أشخاص منهم طفل في الخميسة عشر من عمره